فبدوا يتفرجوا بقى على اعلى نسبة مشاهدة وبدوا يتبسطوا منها قوي والناس بدأت تتعلق بيها واتتبحها وخصوصاً انهم حاسين ان في نهاية وحشة جاية فيه أبضى كده فيه حاجة تحصل وبدوا يربطوا بين القصة دي وقصص واقعية حصلت فحاسين التطور ده رايح لحتة معينة فعشان كده كله قاعد ايه؟ مترقب الاسرة هنا والبيئة المحيطة دورها ايه بقى في إجرام البنت؟ هل مشاركة ولا مش مشاركة هل مزنبة ولا مش مزنبة؟ بس انا في شخصية حمدية دي اللي هي في أعلى نسبة مشاهدة اللي هي ولدة شايماء والدة سلمة أبو ضيف في أعلى نسبة مشاهدة اللي هي البنت اللي بتنجرف اللي هي أم بنتين بنتين بيحبوا التواصل الاجتماعي وبيحبوا اللايف وبيحبوا التيك توك وفيه ناس من جوا ضحكوا عليهم يعني ناس جذبوهم لما لقوهم فيهم بادرة أمل فبدل ما ناس عدلة توجيهم لا المجال ده وفوش ناس عدلة يعني توجي كله عايز يستفيد من الفلوس اللي بتطلع من البنات يعني مش نادرة ما تلاقي في الأماكن اللي فيها لايف اللي هو ما فوش محتوى تلاقي ناس عدلة طالما انت مش بتقدمي محتوى فمؤاك هتقعي في الناس الوحش فهم استقطبوها ناس وحش وخدوها علوا وخدوها الليفل تاني مستوى تاني من الأخطاء فعشان كده رجلها جت فوحلة كبيرة يعني وده اللي هيؤدي ضمرها مستوحية من قصص حقيقية بنعيشها وبنسمع عنها كل يوم هي مستوحية من قصص حقيقية وقعية بس أنا في المسلسل ده المحزن بجد بجد يعني إن الأم هي دايما اللي بتدفع الضريبة الأم هي دايما اللي بتحاسب على المشاريب الأم هي اللي دايما كده دفعت تمن يعني دفعت تمن من صحتها ومن أيامها وعمرها وعمرها وشغلها وصحتها هي مش موجودة هي ناسي حياتها وحط حياتها في أولادها كمان أولادها مش بيفرحوها بنتيجة أيامها لضيعتها وعمرها اللي راح يعني أقل حاجة تعملها لولدتك إنك تقول والدك وولدتك طبعا بس الأم بالأكتر يعني إنك تبقى كويس بس عشان هي تحس إن هي في نتيجة للأيام اللي راحت والعمر والصحة والوقت نتيجة واحدة بس إنك تبقى كويس حتى دي مش عارف تعملها فأنت مش كمان بتشرخها لا ده أنت بتوريها إن كل اللي هي زرعته فحم وما نتكش يعني زرعتها بارت يعني كل الوقت ضيعته والعمر ضيعته والمجهود والأم بقى إن هي خدت زيرو هي سقطت في الامتحان مش أنت لسقطت في الامتحان لا هي لسقطت في الامتحان وفي الآخر كله حيلوم الأم والأم أساساً مضحية من الأول لكن أنت ديك أنت بتلعب في حياتك لكن هي مضحية بعمرها ودفع الفاتورة ولسه بتدفع الضريبة وإنت تدت لها كمان سفر في الامتحان فلأ مفيش كده إنت ناوي تجيب أجل أمك يعني لما الإنسان بيغلط بيجيب أجل الأم ثم الأب فأنت دايماً وإنت بتغلط راعي إن في أم وقب وراء منك مش رقابة ولا تخاف منهم بس هم عايزين دايماً تبقى كويس فدايماً قلهم شكراً فلما تجي تعمل حاجة غلط قول لأ بابا وماما لأ السؤومي هتزعل مني لأ بايش نروح المشوار دا السؤومي لو عرفت هتتضيق مش إنك خايف منها فتخبي فتروح لأ حرام بجد نزلي من نزي أنا عضيت 15 حلقة أنا مش عايزة أقول لك كانوا مشكلهم إيه ما بين البنات بتخرج ويتأخروا البنات ترجع البنات عملوا وفجئت ببنتها وإيه على النت اللي هو إيه دا من دي دي البريقة الغلبانة الجميلة اللي بتنام بدري اللي ما تعالشو الكيميتين على بعض بتترقص ولابسة إيه شي وتفتيشي وعمل شعرها وهي تفاجئت بالصورة النهائية لبنتها يعني ما تدرجتش مع بنتها عشان تروح للصورة دي لشو ما كانتش هتتخض دي شافتها فجأة كده وهي مش مؤهلة لده يعني عارفة لو كانت حتى البنت فتفضت هيقول لك آه أصلية ما ميتها مش معودها أن هي تفتفض لها ولما ميتها من ديها الأمان وساعة الصدر طب هي ساعة الصدر إيه أكتر من إنها بتشتغل وبتعمل أكل وبتبيعه وبتروح حفافة في البيوت والتاني بتشتغل بتخدم في البيوت وبطلت عشان خطر جزها إنها خلاص بطلت وعادي في البيت بقى ده بياخد منك وقت كتير فبقت تشغل شورانات تانية ليها أخ بتصرف عليه وبتصرف عليك وجزها ما بيشتغاش هتعمل إيه أكتر من كده لا أصل ما فوتي تدية وقت تدية وقت هتجيب وقت منين تدية أكتر يعني الكلام بقى الجديد اللي بيطلع ده ده ما تلاقي فيه كلام ضدك يعني ما تجي تشرحي قصة تلاقي فيه كلام ضد أصل الكلام المودرن بقى كلام التربية المودرن اللي جابتنا وراء حرية المرأة والطفل والمجتمع وابقى سجيتك وما تخليش باباك ومامتك يتخل عليك القودة إيه في القودتك لأن دي فيه خصوصية وعدم اقتحم خصوصياتي وطفل ما هو صغير لازم يكون عنده خصوصيات على فكرة عايزة أقولك إن نص جرائم التليفون بسبب الباسورد اللي الأطفال عاملينه على التليفونات عشان علمناهم كلمة الخصوصية فبقت العيل يقفل تليفونه ويقفل اللابتوب بتاعه تعرفيش تخشي ومتعرفيش تخشي أو حتى توجهيه على فكرة حلو إن يبقى عنده شخصيته يعني أي حد من الولاد حلو إن يبقى عنده شخصيته بس يلجأولك وتوجهيهم ماينفعش بقوا متسابين كده خالص يعني السيبان ده برضه ماهو ده ماهو بيدر أيوة الخصوصية في إيه ما كلنا عشي في بيت واحد هو أنت عاملة خصوصية أنت عاملة خصوصية أنت سابق قطك مقفولة لا خالص مش أي حد أولادك بيدخلوا عليك كده عادي وتلاقيهم ينطف قصر ويفتحوا دولابك عادي وياخدوا هدومك عادي طم أنت أهو كبيرة أتخرق معاها بس ده مبسوطة بس ما تبيش متضايقة وسمحالها طب فين خصوصيتك بقى بالعكس أنت مبسوطة أنا بتقتحم خصوصيتك ليه أنت بقى اللي مخلي فيها أنت اللي جاي باها أنت اللي عمرك قد عمرها مرتين ونص ليه ما تقتحميش خصوصيتها يعني ليه أنا ما عنديش خصوصية وهي عندها خصوصية وإحنا عايشين كنا ببيت واحد والعلاقة اللي بينا من أقل علاقاتها على وجه الأرض اللي هي الأم وبنتها الأم وابنها الزوجة وزوجها ما دي من الأقوال علاقات اللي موجود لا أصل هو جوزك خصوصياتك وجوزك يقولك لا أصل خصوصياتي وما تدحليش في تليفون جوزك عشان خطر أنت بتقتحمي خصوصيات بتدى شخصيته هيتطر يبصي الواحدة تانية واتطلق منك بنتك لو أنت إيه الكلام ده إيه الكلام ده يا جماعة إحنا عايشين في بيت واحد على أرض واحدة بدنيا واحدة وعايشين مع بعض وعايشين مع بعض مش ضد بعض آآ بالزبط إحنا أسرة مش أعداء ليه إنت تليفونك أنا ما فتحوش وإنت تفتحي تليفونك عايش تعملي بيه ليه النبرة العدائية حتى دي هو إيه الأسرار اللي إحنا هنخبئها على بعض يعني إنت عندك إيه خايفة بنتك تشوفه وبنتك عندها إيه خايفة أمها تشوفه هو إنتي مش عادية آآ مش بتكلمي على الناس عاديين آآ ولا فيه تجاوزات لو فيه تجاوزات يبقى أنت فعلا مش عايشينها فتح تليفونك يا بتعملي حاجة غلط بتعملي حاجة غلط بتخبي لو أنت عايش تفتحي تدريب من تليفوني لأ لأ دي أسألة بقى أسألة بقى فيها إيه صفصطة يعني أصلا خدني في الصفصطة خدني في التفاعل أنا ننص ما نخلص مع بعض حتقولي لي سؤال حقولك عشرة عشرة حتقولي لي عشرة حقولك مية لا وفيه ناس يتكلمي معهم في حاجة بجد يتوهوكي في مليون ألف حاجة تانية عشان يبعدوكي عن الموضوع الأساسي أو يتفهوكي أو يتفهوكي اللي هو يا أصلي بقى الأجيال القديمة بتاع الزمان اللي ما بتفهمش اللي ما تعرفش اللي ما عنده السعة تقفق يا جماعة أو إحنا من المريخ أو إحنا فين هنا